بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ محاضرتنا الأولى في علم الأجنة الإمبريولوجي وعلم الأجنة هو العلم الذي يدرس نمو الجنين وتشكل أعضاءه والآليات التي تتضمن عملية نموه وتطوره الجنين طبعاً بيكون ضمن أغلفة تحميه في البويضة ثم ضمن الرحم إلى أن يصل إلى مرحلة الولادة طبعاً تاريخ علم الأجنة يعتبر أرستو يعني هو المؤسس لعلم الجنين وأصبح علم الجنين مجال بحثي ومهم للعلماء من حيث عملية التطور والتخلق الجنيني والخلية ودراسة الأمراض والطفرات ودراسة اللي هو الخلايا الجذعية لا شك أن العلماء طيلة القرون الماضية وبحثهم في علم الأجنة لم يصلوا إلا في القرون الأخيرة إلى تفاصيل علم الجنين لكن مراحل نمو وتكوين الجنين وردت في القرآن الكريم وكما نرى في الآية الموجودة عنها فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب وفي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ويقول الحق أيضا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقي صحيح ورد علم الأجنة في الآيات القرآنية على وجه الخصوص فيما يتعلق بذكر الإنسان خلق الإنسان كما سمعنا في الآيات وإنه الإنسان خلق من ما يتدفق ما بين عظم الظهر والأضلع جميع الكائنات متعددة الخلايا نشأت من التزاوج ما بين اللي هو الاسبيرم الأمشاج الذكرية والأمثوية الاسبيرم والأوفا وهذه تسمى عملية الفيرتليزيشن وهي الإخصار لاحظوا أن الأجنة في مراحل النمو المختلفة من الأمشاج إلى الإنقسام يعني بتمر في المراحل من اللي هو إزاي قدت إلى البلاستيولا مبدأ علم الأجنة بالتجارب هذا العلم يعني حنتحدث عن يعني مقدمة ومراجعة تاريخية لمبدأ هذا العلم ومن وين بدأ وكيف بدأ طبعا الجاستروليشن ستيج اللي هي مرحلة من المراحل لعلم الأجنة وهي أنه بيتكون الجنين من ثلاث طبقات مختلفة اللي هي الطبقة الظاهرة والمتوسطة والباطنية اللي هي الجاسترولا ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة تكوين الأعضاء من هذه الطبقات الجنينية الثلاثة اللي بتتشكل أو تشكل اللي هو أعضاء الجنين وبينمو ويزداد حجمه حتى خروجه إلى الحياة اللي هو الهاتشينج أو البيرث اللي هي عملية الولادة طبعا المقدمة كمقدمة إحنا قلنا أن الكائنات متعددة الخلايا تتطور أو تطورت من خلية واحدة اللي هي إيش؟ البويضة المخصبة وهذا عمل يعني لو رجعنا إله عمل يعني في قدرة الله هو عمل إبداعي أثناء التطور الجنيني بتنقسم البويضة لتنتج ملايين عديدة من الخلايا واللي بتكون أساس لتكوين الهياكل المعقدة والمتنوعة مثل كل هيكل الجسم من عيون وذراعين وقلب ودماغ إلى آخره هذا العمل الإبداعي أو هذا الإنجاز المذهل يعني بيخلي حواليه مجموعة من التساؤلات وهذه التساؤلات اللي هي بتخلي العلماء يدرسوا هذا التطور الجنيني كيف بتختلف الخلايا الناتجة عن انقسام البويضة الملقحة عن بعضها وكيف تبدأ عملية الانقسام كيف بيصير عملية التكاثر ثم التنظيم ثم تكوين الهياكل ثم تشكيل اللي هو الأطراف والدماغ والعقل إلى آخره كل هذا يعني يدخل في هذا العمل الإبداعي الرباني إيش اللي بتحكم في سلوك هذه الخلايا وإنه تحدث هذه الدقة العالية من التنظيم طبعا التطور هذا ومبادئ التطور في داخل البويضة وعمليات التحول كلها داخل البويضة وخاصة في المادة الوراثية اللي هي الديئة للعلم حديثا وصل إلى هذا اللي هو هذه المعلومات المثير عالمي اليوم أنه التقدم في فهم وتطور علم الأحياء والفهم المتزايد والمحدث للجينات والعمليات الحيوية البتم والتحكم الجيني يعتبر من الموضوعات الرئيسية في علم اللي هو الأجنة طبعا هناك العديد من العوامل اللي بتشارك في أو بتتحكم في عملية النمو وإحنا هنركز على الشغلات اللي إلها أدوار رئيسية ونوضح ونفهم المبادئ العامة طبعا تطور الجنين زي ما حكينا بابداء من البويضة المخصبة اللي هو والمعروف بالإمبريوجينيسيز اللي هو التطور الجنيني وأهم يعني مهامه الأولى اللي هو خطة الجسم للكائن الحي ورح نشوف أنه الكائنات الحية المختلفة يعني هذا التطور أو هذا الأمر بيتم بعدة طرق نيجي إلى فروع علم الإمبريولوجي طبعا بيحتوي علم الإمبريولوجي أو علم الأجنة على العديد من الفروع الفرعية اللي إحنا هن راح نتكلم عن ستة من هذه الفروع الرئيسية اللي بيشملها علم الإمبريولوجي أول حاجة ديسكريبتف إمبريولوجي اللي هو علم الأجنة الوصفي هذا العلم يعني بتم في الدراسة المعنية بالمراقبة المباشرة ووصف التطور اللي هو الجنيني هذا العلم يعني بدأ في العصور القديمة لأنه ما كانش عندهم قدرات وأجهزة وميكروسكوبات فكان يعني كل شيء يوصفه بالوصف في الجنين من حد ما يبدأ إلى توقعات كيف يبدأ في داخل الرحم ثم لما يخرج الجنين إلى أنه يصبح بالغ بيتابع نموه ويش بيصير في عملية النمو يعني بيعتمد على أساس الملاحظة المباشرة والوصف من قبل العلماء مثل اللي هو أرستو وفابريوس وهارفي ما إلى ذلك من العلماء بيجي بعده علم الأجنة اللي هو الكمبراتف امبريولوجي علم الأجنة المقارن هذا العلم عبارة عن العلم المرتبط بالتطور الجنيني لحيوانات مختلفة مجموعة من الأصناف مختلفة ودراستها ومقارنتها ولي هو بيلقى علم الأجنة الكثير بيلقي الكثير من الضوء على فهم التطور وأهمية النشوء والتطور وبيعطي أو بيعطينا أفكار حول مراحل التطور للعديد من الكائنات يعني ما درسوش نوع واحد من الكائنات أكثر من نوعي من اسمه كومبراتف مقارن يعني أخذوا أكثر من نوع أو فصيلة زي ما تقول أخذ إنسان أخذ حيوان أخذ أكثر من حاجة وعمل أو تابع دراسة التطور اللي بتنفق فيها النوع الثالث الأكسبريمنتال إمبريولوجي علم الأجنة التجريبي هذا العلم استخدموا فيه الآن التجارب لدراسة مراحل النمو عشان يفهموا آليات النمو والتطور طبعا في الأكسبريمنتال إمبريولوجي بنلاقي إنه رحوا زالوا أجزاء من الجنين اللي تم نموه أو زراعته وتبادل بدلوها بأجزاء أخرى يعني ووفروا ظروف مناسبة يعني أجروا تجارب على عمليات النمو وشافوا أو فهموا عمليات التدرج وما إلى ذلك وتابعوها عدلوا عملوا تحسنات هذا بيطلق عليه علم الأجنة التجريبي أو التحليلي والعالم روكس هو الرائد في مجال علم الأجنة التجريبي في أن الكيميكال إمبريولوجي علم الأجنة الكيميائي طبعا من اسمه أنا أنا بتتم دراسة مراحل النمو بواسطة تقنيات اللي هو التقنيات الكيمياء الحيوية البايوكيميكال أو التقنيات الفيسيولوجية ويسمى أحيانا بدل الكيميائي علم الأجنة الفيسيولوجية يعني من اللي هو التغيرات الكيميائية أو وظائف أعضاء الجسم من خلال متابعتهم إلها وجدنا أنه العالم ندهام هو الرائد في هذا المجال عنا التصنيف الخامس اللي هو التيراتولوجي اللي هو علم المخلوقات أو يعني هذا الفرع من العلم هو يعني بيهتم بدراسة الأب نورمال في الديفلوبمنت اللي هو يعني التطور الغير طبيعي يعني هنا مختص بدراسة اللي هو التشوهات أو التطور غير الطبيعي اللي بيحدث النوع السادس اللي هو البيولوجي علم الأحياء البيولوجي طبعا هنا في هذا العلم ما بيشمل فقط التطور الجنيني وإحنا بنعرف في مجال البيولوجيا وخاصة الآن علم البيولوجي هو العلم اللي متشعب ومرتبط تحته أشياء كثيرة فباللاجع عمليات ما بعد الولادة وحتى ما قبل الولادة والنمو الطبيعي والأورام والتحولات والتجديد والأنسجة والربيرنج للأنسجة سواء في حيوانات أو نباتات أو حتى دخلوا في أمور اللي هي الوراثة كل هذا تم اللي هو في صنف علم الأحياء اللي هو البيولوجي نيجي لتاريخ وخلفية علم الأجنة والتجارب المتعلقة فيه بدنا نمر على يعني العلماء من مجموعة العلماء اللي لهم دور في موضوع اللي هو علم الأجنة العالم الرائد في هذا العلم اللي يفكر فيه قديما هو العالم أرستو والعالم أرستو يعني حتى من قبل الميلاد أو قبل القرن السابع عشر استند إلى معرفة علم الأجنة وكان إلو كتابات أرستو هو وقالينوس وكتبوا في هذا العلم بدأوا أسسوا في هذا العلم فإحنا المعروف أبو علم الأجنة اللي هو أرستو وبدأ علم الأجنة كفرع من علوم الأحياء من قبل اللي هو الفيلسوف اليوناني أرستو من سنة 322 إلى 384 قبل الميلاد وكان أول عالم أجنة بيصف تطور وتكاثر العديد من أنواع الكائنات الحية في كتاباته اللي هي مكتوبة ومعنونة كان يعتقد يعني اعتقاد راسخ أنه الإنسان أو الكائن البالغ المعقد بيتطور من بداية بسيطة كانوا بنسبوه إلى حاجة بسيطة وملهى الشكل وبعدين ببدو يبنوا عليها هيك تم إرساء الأساس طبعا هذه نظرية تم افتراضها بعد عام 2000 يعني لما قالوا كيف كان وإيش كان قالوا أنهم كانوا يعني ما كانواش يبنوا على أسس دقيقة 100% كان حسب اللي هو يعني اعتقادات لكن لأنه أرستو وضع اختلف عن العلماء في أنه يعني كتب شغلات رسمية في أسس هذا العلم فكان كرم كأب لعلم الأجنة وكتب أنه الميل بساهم بالاسبيرم وأنه الفميل للأنثى بتساهم باللي هو البوايضة طبعا وتكلم أنه السمن بيفرز من التستس وبيكون نشيط وهكذا وتحدث عنه أنه الست بيحدث عندها الدورة الطمس واتكلم عن الأوعية الدقيقة اللي في الرحم مع أنه لم يكن وقتها في علم في المبيض وفي تفاصيله زي ما إحنا الآن العلم الحديث اللي موجود وتوصل إله وكان بيعتقد أنه الجهاز التناسل الانثوي بتكون من الرحم فقط فكانت مداركه كبيرة وأسس اللي وضعها كانت أسس يعني قريبة من الحقيقة والواقع في تجارب طبعا منفصلة العلماء بدوا يفكروا فكان روكس في 1888 وهانس قاموا بتحديد ما إذا كان التخلق أو التكوين الأولي صحيح فجابوا البوايضة والمخصبة وتابعوها وبالانقسامها وإلى خليتين روكس برضو استخدم أجنة البرمائيات زي الضفاضع وغيره واستخدم عمليات حقن وأجنة يعني لشوكيات مثل القنافذ وعمل فصل للخلايا واشتغل تجارب اللي هو على الأجنة وكان يعني حيوان كامل اللي بينمو من خلية واحدة وجزء بتشكل المهمة المحصلة أنه روكس وجد أنه يعني كل خلية بتحتفظ بوجودها وعملها ودورها طبعا ووجد أيضا أنه بتساهم البوايضة والحيوان في الكروموسومات بالتساوي هذه ساهم فيها اللي هو أوغاست العالم أوغاست ويتوصل إلى دور الكروموسومات وانقسامها في البوايضة الملقحة وقال هذا العالم أنه الكروموسومات بتحمل الصفات الوراثية والجاميطات للجنين ويعني تكلم عن المحددات الوراثية وأنه كل نوع من خلايا الجسم بيحتوي على جزء من هذه الخلايا ويفصل أكثر في هذا الموضوع طبعا أسكر برضو كرر تجارب هو وغيره من العلماء وفصل عمل تجربة على الضفضع وفصل جنين الضفضع المتكون من خليتين وقام بعمليات التحسين وأنه كل خلية إلها القدرة على النمو لكن يعني نتجة الجنين هي كانت يعني لما انقسم ما وصلش إلى حجم الجنين الطبيعي وهنا هو اتكلم عن أحد تفسيرات تكوين اللي هو التوائم من بويضة واحدة بوفيري في عام 1902 درس تأثير النواة والسيتوبلازم على اللي هو نمو البويضة الملقحة لقنفض البحر ويقام بدراسة عناصر التحكم وتكوين الخيوط في مراحل الانقسام اللي احنا بنعرفها في علم البيولوجي كما أنه حاول يعني تلقيح أنواع معينة من البويضات بأنواع أخرى من الحيوانات المنوئية وجد أنه الكروموسومات تختلف من حيث الكمية والعدد يعني لو لاحظنا في التواريخ والسنوات حلاقي أنه العلماء مع الزمن كل واحد فيهم بدأ يرتقي في بحثه ويبدأ أنه يكتشف شغلات جديدة في عمليات اللي هو التطور الجنيني طبعا توماس في هذا العالم هو أول عالم بدأ يعني يفكر أكثر كمان من خلال أنه اقترح أنه التطور الجنيني بتم التحكم فيه من خلال جينات مختلفة بدأ يشتغل على عوامل الوراثة ويحصل على هذا الكلام على جائزة نوبل لأنه اكتشف طفرات في ذبابة الفاكهة واكتشف دورها في فهم دور الجينات الوراثية أوتو طبعا عالم آخر راح درس جهاز التنفسي وقالية الجهاز التنفسي من خلال متابعته لخلايا قنفض البحر ويعتبر أول عالم يعني يعرف الأكسجين اللي بيتم استهلاكه في الجهاز التنفسي للخلايا وكيف البويضة برضو بتستهلك هي والجنين اللي هو الأكسجين وأسفرت دراسته هو وبعض العلماء عن معرفة أنه الإخصاب بيأدي إلى زيادة اللي هو الإصلاح الخلوي للبويضة واكتشف أيضا اللي هو السايتوكروم أوكسديز وحصل على جائزة نوبل عام 1931 العالم آيرنست الثاني وضع أو وصف التغيرات اللي اللي بتحدث في البويضات أثناء عملية اللي هو الفيرتليزيشن الإخصاب ويشاف العلاقة بين اللي هو اختراق الحيوانات المنوية للبويضات لاحظوا أنتم في سنوات ما بعد الألف وتسعمية كلهم بدوا يتجهوا إلى الدراسات الدقيقة للعلم أول كان اعتقادات لكن بعد الألف وتسعمية بدأنا اللاحظ أنه العلماء بدوا كل عالم صار يوخد جانب من هذا العلم ويشتغل عليه فيكتور في عمل سنوات 54 يعني اشتغل على الجهاز العصبي واكتشف أنه حدده وحدد عوامل التحفيز والنمو للأعصاب وسمي فيه ما بعد بعامل اللي هو نمو الأعصاب روس طبعا العالم روس في 1975 نجح في زراعة الخلايا العصبية في وسط المفاوي وبدأ في البحث عن اللي هو عن الخلايا الجذائية يعني بدأ يشتغل على الاستمثل وحصل برضو نتيجة عمله هذا على جائزة نوبل اللي تكلم فيها عن نمو الخلايا العصبية وساهم في تقنية زراعة اللي هو الأنسجة الجراحية العالم هانز ومانجولد حصلوا برضو على جائزة نوبل في الطب وعلم الوظائف العضاء وعلم الأجنة وراحوا تكلموا عنها وقعدوا يوجدوا بعض اللي هو التفسيرات والتحليلات لهذا العلم وبعدهم اللي هو بارشت طبعا بارشت في عام تلاتة وتلاتين يشتغل على اللي هو الـ DNA الحامض النووي وأثبت أن الحامض النووي موجود في الكروموسومات وأنه الـ RNA موجود في سيتو بلازم جميع الخلايا وأنه الـ RNA بيلعب دور في تخليق البروتين وفي التمايز في الخلايا وهذا اللي هو بيسبقه تكوين ريبوسومات واتكلم أيضا عن دور المسينجر RNA يعني فصل أكثر وتوصل إلى حقائق ما زالت إلى يومنا هذا وبدأت تتطور ويتم تطويرها من يوم إلى يوم طبعا العالم روبارت هذا في وقت متأخر زي ما احنا شايفين في 1983 طبعا عاش يعني إلى إلى فترة قريبة خضى في عام 52 هو والعالم تومس قاموا بعملية الاستنساخ والاستنساخ اللي حصلت أول ما اشتغلوا اشتغلوا على استنساخ اللي هو ضفضع عن طريق استخدام اللي هو النقل النووي للخلايا الجنينية بعدين طوروا عملية اللي هو أو تقنية الاستنساخ عندهم ويشتغلوا على نسخ أو استنساخ النعجة اللي معروفة في إلى يومنا هذا أول كائن حي تم استنساخه اللي هي النعجة دولي وفي السبعة وتسعين كان ويلموت وكان بل برضو كانت لهم تجربة وكان لهم أول عملية زراعة ناجحة الآن يعني تطور الأمر إلى عمليات الزراعة طبعاً زي ما احنا شايفين أو زي ما تكلمنا إذن احنا تحدثنا عن علم الأجنة وقلنا إنه هو يعني مرينا على ثلاث شغلات فيه قلنا إنه هو العلم اللي بيدرس نمو الجنين وتشكل أعضاؤه والآليات اللي بمر فيها هذا الجنين واللي بتشمل عملية اللي هو النمو والتطور وكيف بيتكون من مجموعة من الطبقات وهذه الطبقات بيتم اللي هو تطورها اتكلمنا برضو على إنه علم الأجنة بيحتوي على العديد من الفروع الفرعية ومنها اللي هو علم الأجنة الوصفي وعلم الأجنة المقارن وعلم الأجنة التجريبي وعلم الأجنة الكيميائي والنوع الخامس علم اللي هو يعني دراسة علم الأجنة اللي مرتبط التشوهات التيراتولوجي والتطورات الغير طبيعية وأنه السادس اللي هو علم تطور الأحياء أو الكائنات الحية أو علم البيولوجي المرتبط بالأجنة وبعد هيك أيضا تحدثنا عن اللي هو تاريخ علم الأجنة ودور العلماء ومين هم العلماء اللي مروا في هذه المراحل وكان في أهم أو أهم ما تم الحديث عنه في مراحل تطور علم الأجنة أن هذا العلم من أسس له ويعتبر أب لهذا العلم هو العالم أرستو إلى أن مر بسلسلة كثيرة من العلماء اللي قاموا على هذا العلم لنبدأ إن شاء الله في محاضرتنا القادمة في أصول هذا العلم من حيث بداية تخلق الجنين من السبيرم والأوفا لنتعرف على كل واحدة منهم على حدة إن شاء الله وإن نكون يعني بدأنا معكم في هذا الموضوع